عندنا فيه كلمة في الطب بنحفظها اسمها العالي عالي والواطي واطي الهي دينس لاي بروتينز موجودة في الدهون البسيطة اللي موجودة في اللحمة العادية وفيه دهون عنيدة جدا جدا دهون عنيدة جدا جدا دي الواطية الهي دينس لاي بروتينز دي موجودة في الكرشة والفرشة والمبارد تعمل ايه بتيجي تسد الاوعية بتسد اوعية القلب بتعمل زرحة تسد اوعية المخ تعمل جلطة تسد اوعية الامعاء تعمل سوق هضم وفظيع تسد أو عيد الكيلة تعمل فشل كلب. الحقيقة إنه في ناس كتير لما بنعملوا تحليل الدهون بنلاقي الدهون طاعة خالص حتى لو هي رفاعة. ليه؟ لأنها بتأكل أكل خاطئ ولحوم خاطئ. طب هل ده مع السوسيس والبورجر والمشعارف ايه والمنبار والفش? آه لدرجة إن في ناس جابت السوسيس أو المنبار أو السجوء أو المصارين بتاع الحيوانات اللي مليانة لحمة أو مليانة رز وجابتها وحطتها بتقليها في بعضها جاهز في المحلات جابتها تقليها في صنين. يقول لك المنبار أو السوسيس أو البرجر تخين كده لما تحطه وتسويه يرجع رفاعة خارص خارص وكل التخن ده كله بينزل في صورة ايه؟ الدهون الدهون دي الدهون دي خدوها ورموها في الحوض فتسد الحوض وتسدت المواسير كلها بالله عليك بالله عليك اللي هيسد المواسير بتاعة الحوض هيسد الأوعية بتاعة القلب هيسد أوعية الأمعاء هيسد أوعية الكلة هيسد أوعية المخ هيعمل جلطات واضح ولا مش واضح يبقى مهم جدا نحن نبعد عن أنواع اللحوم الضارة ولقد كان لكم في رسول الله يسواتهم حسنا باكم حتة لحمة يعني بسيطة موزة ملبسة ريشة اي لحمة بسيطة نظيفة ولما اخد حتة لحمة صغيرة ونبعد عن اللحوم الكبيرة اللحوم الكبيرة في السن بتبقى ألياف أغلب فيدتها بتطلع في الشربة ويبقى حتة ليفة يعني أنا عندي شربة اللحمة أفضل من اللحمة نفسها ليه؟ لأن فيها الأمان وأصلا أنت عايزة كلها أقولك على حاجة جميلة لو أنا جبت مصورة عظمة عظمة وكسرتها وحطتها في شربة وسخنتها العظمة دي أحسن من كل اللحمة بتاعت الدنيا كلها قالت صدق دي يبقى الفقير الفقير يجد ما يتغذى عليه لو ناس فقيرة مش قادرة تشتري لحمة وجابت مصورة عظمة وكسرتها وحطتها في حلة شربة وشوية فلفل السود وكمون وشوية مش عارف ايه وجابت عيش محمص صبت عليه الشربة أقسم بالله الشربة دي أفيد من كل أنواع اللحم يارب يكون الكلام مواضح بعد كده نقولها الأطعمة الهاضمة أنا عايز حاجة تهدم طبعا في ناس عارفة ايه الهاضم الرمان هاضم الخرشوف هاضم ساعد بنحط حطة خرشوف او سيقان خرشوف في الشربة هاضمة البقدونس الخضرة لو حطيتها في شربة خضار هاضمة فدايما احنا بندور على الحاجات الهاضمة علشان لو في حاجة ايه لا تعمل في بعض الناس بتعمل حاجة تاني عارفين الزبادي لو جاب الزبادي الزبادي البلدي وفصنتهم وضربهم في الخلاط وعمل يعني بنوه عليها صلطة الزبادي وعليها بقدونس أخضر دي بتبقى هاضمة جدا نرجع تاني لتنشيط الكبد يهمني ايه في تنشيط الكبد او انا باتكلم عن الهاضم وكلام من ده مين اللي بيدي العصارة الهاضمة الصفراوية اللي بتهدم دهون الكبد قالوا انه لو انا عندي بصلية متوسطة حتة خرشوف خلاص ورقة كرومب صغيرة حاجة اسمها الشربة الحارقة الشربة الحارقة دي وفيها خرشوف بتزود العصارة الهاضمة اربع مرات خلال ساعتين بتزود العصارة الهاضمة اربع مرات خلال ساعتين وبالتاني بتسرع بالايه بالهاضم مع الحركة اوعى تاكل اكل كتير وتقعد اوعى تاكل اتنام لا تاكلوا طعاما تناموا عليها فتاقصوا قلوبكم جيلك صالوا شرايين طيب يبقى لتنشيط الكابب اتفاءنا على الشربة الحارقة للدهون واتفاءنا ويمكن ده لو جهته تعالى تعالى using تخويت العظام مرايز عظم ازاي مى عديش على Haha معrament غير تانب وضع طلب بلحاتب على كوبات الزبادية تانب وضع طلب بلحاتب على كوبات زبادية هو ده في رمضان وفي غير رمضان كل اليوم تانب بلحات كوبات زبادية للاطفال لالكبار بالنساء تانب بلحاتب كوبات زبادية للعلاج 폭وانيما تانب بلحاتب كوبات زب cooperative لعلاج ضعف العضلات لعلاج الكساح لعلاج سقوط الشعر لعلاج ضعف عضلة القلب انت عايز كالسيوم وعايز هيموجلوبين اقوى مصدر على وجه الارض للي هيموجلوبين وللكالسيوم هو البلح يبقى خدنا كده بلح ثلاث بلحات فيه كباية زبادي خلاص طيب انا عايز ادوب الدهون دلوقتي فيه دهون ممكن ادوبة مع الاكل صلطة زبادي زبادي بالتوم شربة حارقة للدهون كل ده عايز تدوب دهون اكتر من كده يبقى الثلاث حاجات اللي قلت عليه ان انا بربط حزام عريض على بطني طول النهار بفكها بالمنام ان انا باكل طبع صلطة خضر كبير خصة وجرجير وبصل وجزر حلت خضار قبل الاكل واربط حزام على بطني حزام عريض واتمشى كل يوم ساعة اغلب الناس تقول لك ما اقدرش مفاصلي رجلي طبعا طول ما انت بتتشكه وطول ما انت عملت قول مش هادر ومش هادر يعني لو واحد عندها سبعين ثمانين سنة اقول ماشي ده العظم انما والله العظيم بيجي للعيادة ناس عندها تلاتين سنة واربعين سنة لو ما اقدرش طب من دلوقتي يعني عندها اربعين سنة اقول ما اقدرش ما اللي عندها سبعين اعمل ايه ولا انا هموت بدري بدري ما ينفعش وطول ما اقدرش اسحف على رجاءه وامشي اربط على بطني حزام طبعا الصلاة تخضر كبير قبل الاكل فزي ما بقول لكم مهم جدا انك تبقى عارف ان انت تاكل ايوم وتاكل شيء طب افرض ان انا سليم خالص عاوز ااكل صحي ااكل ااكل صحي اتعلم ان يكون معك صلتة زبادي ااكل صحي معايا صلتة خضرة خص وجرجير وجزر وبصر وبعدونس معايا شوية شربة ما عندناش شربة يبقى شوية حاجة سخنة ان شاء الله ينسون حلبة معاك مع الاكل ومعايا الخضار خضار نيف ناي معايا ولو في حطة بروتين شكرا لله ما فيش حطة بروتين ما فيش مشاكل يبقى كفاء عليها طبق النشويات رزة او مكارونا او محش حتى طبق الصلطة والزبادي الهاضم ومعايا حاجة جميل ومعايا ساعي تتمشى تتمشى راجل او ست وداما اقول الحركة بركة الحركة لهضم الطعام الحركة لقوة القلب الحركة لعلاج المفاصل الحركة للسعادة والله العظيم الحركة للسعادة اوعت تتخذ قرار انك ما تخرجش انا اعرف ناس عندها ستة وتسعين سنة بتتحرك هقولك على سر مهاتير محمد اللي تعين او ترشح رئيس وزراء رئيس وزراء ايه ماليزيا سنه كم سنة اربعة وتسعين سنة سنه اربعة وتسعين سنة اربعة وتسعين سنة وبيترشح عشان يمسك حكم ماليزيا اربعة وتسعين سنة لما بيجي له احدانده اربعة وستون سنة وقلبي وكفدي وفشيتي وشعره أنت بتستعد للموت هرام عليك إحنا مش في زمن الستينات إحنا زمنها ده زمن التسعينات تمال الأدوية والاختراعات والبتاع عشان أنت تموت كده فده مهم جدا جدا وأتمنى من الله أنا أقدمت لكم أنواع اللحم الضارة اللي نبعد عنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد سعبد عزيزة مضان مدير كنات محمد دكتور جولة محمد عوال الفيديو ده هكملكم في خلال دقيقة واحدة عن الأقصام الجديدة اللي اضفناها بلانا على طلابكم من بطرة إدنة أو شدتها بشكلة بساعة تكلفة ويستدم تنفيذ جميع الأقصام من تحتها بشرف دكاتة لمهنسين واستشاريين ومهنسين ذو خبرة كبيرة في المجال إن شاءت القصصيبات وأكلم مصاريف لأنها تكون بساعة تكلفة وأول قصة اللي اضفناها هو قصة من ساعة الشوء والعمارات السكالية والصان هتلموا كبير الفنيين متخصصين عشان نضمن إن المشكلة وفي كحش تاني وكيدا نحميكم من استغالية الصناعية والفتي اللي ملوش أي لازمة القسم الثاني اللي اعرفناه هو قسم التسويق العقاري يعني لو تدور على أشياء تنبيك هنوفرها لك وكمان هدائك على المستندات والأورياء والترخيص قبل ما تشتري على إنشان تتبس ولو عندك عمارة سكنية أو في اللوعة و استباعة كلمنا على أرقام مظاهرة على الشاشة و هنساعدك على تسويقها في أسعى وقت و هتم تنفيذ البدرة في بعض المناطق بالكاهرة و جيزة 6 اكتوبر و الفيوم و يوم بعد يوم هنزود الأماكن شكرا لكم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته